وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذب حشاتا يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة وهذا الشاهد للترجمة أصدقاء الزوجة أصدقاء الآن هذه صلة لأصدقاء الزوجة فيبعث في صدائق خديجة فربما قلت لها والذي يحمل عائشة على ذلك الغيرة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة تفعل وتفعل وتفعل وتهتم هذا الاهتمام كأن الدنيا ما فيه إلا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت يعدد محاسن عظيمة جدا لخديجة رضي الله عنها منها قال وكان لي منها ولد وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها المرأة إذا كان لها للمرء منها ولد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة أكثر هذه أمور عظيمة هذه أمور عظيمة حصلت لهذا الرجل بهذه المرأة وهذا باب لا ينسى هذا باب لا ينسى باب ينبغي على الرجل أن يعظم شأن هذا الأمر وأن يعرف قيمته لما يكون له منها ولد ينبغي أن يعظم هذا الأمر وأن أن يهتم به ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام في جملة ماذا جملة المآثر لخديجة قال كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد وكان لي منها ولد أولاده كلهم من خديجة أولاده كلهم من خديجة إلا من إبراهيم فكلهم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا فقال وكان لي منها ولد فهذه يعني عدها في مآثر خديجة العظيمة ولهذا الرجل ينبغي أن يهتم به مثل هذه الأمور والأعمال والأوصاف التي حتى الإسلام على ماذا على الاهتمام بها قال كان لي منها ولد هذه مسألة مهمة جدا حملت بطنا وتعرفون الحمل وأتعاب والوضع وشدة والرضاعة ثم بطنا آخر ثم ثالث ثم رابع وهكذا هذه الأمور ما ينبغي أن ينساها الرجل لزوجه ما ينبغي أن ينساها الرجل لزوجه ولهذا قال وكان لي منها ولد قال وفي رواية وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها يعني صديقاتها منها ما يسعهن يعني يعطيهن عطان جزلا يسعهن أن يكفيهن ويسد حاجتهن قال وفي رواية كان إذا ذبح الشات يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة إلى أصدقاء خديجة